السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب العزة. مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور واضح الحاج. استاذ بيردونتولوجي عند وراء الميديسين. طب الفم وامراض وجراحة اللفة. اذا من محاضرة اليوم سنبدأ نتحدث عن الدياغنوستيك ايدز. اا الدياغنوستيك استشمل اشياء كثيرة. الديغرافي. البييوبسي. الابراتوري. سردنا نتحدث عن اا يعني اهم اا ويعني اكثر احتياجا في العيادة. الشيء المتوفر واللي غالبا في اغلب الحالة نحتاجه. مش كل الناس نحتاجهم ببييوبسي. مش كل الناس نحتاج لهم لكن تقريبا النسبة الاكبر من المرضى نحتاج لهم الدياغنوستيك ايدز. اا العافة الراديغرافي باشكالها المختلفة. طيب اذا في البداية. زي ما احنا عارفين سواء دينتل او بريدونتل دياغنوستيز يحتاج ان احنا نعمل اللي تصيب السن والتوث يعني الان انا لما افحص فانا بشوف غريبة الاشياء اللي قدامي. الاشياء اللي هي اا سوف تشيو الجنجيفة التوث فوق الكراون. لكن الحاجات اللي مخفية تحت اللثة وتحت العظم العظم نفسه. وكمان اللي موجودة في العظم وتحت الاسنان وحول الاسنان. الحاجة نحن ناخد كيس هستوري نعملها ونعمل وبعدين زي ما قلنا في الدياغنوستيز اللي بتتكلم عليه هنبدأ فيها مليون في خمس محاضرة ان شاء الله اللي هي الراديوغراف وكمان وزي كمان البيبس. اذا هذا الكلام اللي من اول المقرر هذا وانحنا نتكلم فيه الدياغنوستيز وتكلمنا على كل يعني الشياء أوت بالتفصيل ممل يعني الشيف كومبلين والهيستوري الميديكال الدينتال هستوري الهابيت السوشي الهيستوري وبرضه تكلمنا على اللي هي بالتفصيل الممل والان سنبدأ بالحديث عن ايضا بانواعها المختلفة. طيب الراديوغرافي احنا معانا نوعين رئيسيين. في معانا الراديوغرافي اللي هو الاشياء اللي كلنا نشتغل فيها في العيادة وموجودة معانا. ويعني اغلب الناس اغاني عليها وهي البريابيكل والبيتوينج اللي احنا عارفين البريابيكل اللي هي يضاهر لي الروت كله او السنك كله من فوق لها تحت. والبيتوينج اللي غالبا يؤخذ في وضع الاطباق يضاهر لي غالبا هدا افضل شي نستخدمه لقياس البولوس انترا بروكزما بولوس والاا بروكزما كيريز والاكلوزا اللي يعطي لي المشهد من فوق سواني المكزيلا او من المانديبول. وفي معانا ادفانس راديوغرافي. منهما الديجيتال راديو فيزيوغرافي اللي هي الاشعار الرقمية الان متوفرة عند كثير من العيادات. البانوراما او الاورثوبانتوغرافي الاو بي جي والسيفالومتري اللي هي من البانوراما الصورة امامية والسيفالو الصورة القانبية. والكونفينشنال والانتكون بيم سي تي اللي هي طبعا عادة اللي اه سايبقا نزلنا محاضرة كاملة على الكون بيم سي تي في جوز اين اللي هي جوز كان يعني محاضرة نظرية. اتكلمنا فيها بتفصيل عن سي بي سي تي والاشياء اللي ممكن طلعها منه. وبعا كان في ورشة نظرية محاضرة موجودة في وضع على قناتي على اليوتيوب. اه كان في ورشة ووركشوب كاملة كيفية التعامل مع برنامج السي بي سي تي. هذه الصور اللي احنا نشوفها قدامنا شوفوا الراديوغرافي. اه زي ما انتم شايفين. اه يعني هذه الراديوغرافي الواضحة امامكم. اه كيف البيبي للروت كامل بعد الاسنان ووجود اي شيء امامنا. البيت وينك شايفين الصورة اللي هي زي ما قرنا عادة انتوخذ في وضع الاطباق وتبين لي المناطق الانتر بلوكزي ما لأي مشاكل فيها. هذا الاكلوزر الان قدامي اكلوزر راديوغرافي. راديوغرافي اللي موجود امامنا. اه اللي الصورة الاولى اللي هي المجزلة التيث والمجزلة والمجزلة بشكل عام. واللي تحت اللي هي المانديبلر. طبعا اه المجزلة فيها مشكلة انه يحصل مع الموجودة فوق. فما تطلع ليش الاشياء اللي هي يعني اه بشكل واضح كن فيه تداخل. شايفين المانديبلر فيه تحت الصور اللاترال فيه عندي سيست واضح. ربما يكون ربما يكون سيست ربما عبسز. اه البانورامك اللي هي شايفنا تحت على اليسار لتعطينا الصورة كاملة للفك واللاترال استفالو اللي هي احنا شايفين الصورة اللي هي من القانب. هذي الصور للسي بي سي تي والايش وكمان الدجتراديوغرافي شوفوا السي تي والسي بي سي تي الصور اللي هي تعطي لك اكثر من مشهد. يعني زي ما انتم شايفين الصورة الامامكم الان. اه صورة بانورامك صورة اه من الصورة من السجتل اللي هي في الوسط تحت هذه اللي هي من من التوريلي وصورة من اللي هي اللي توريلي الصورة من فوق لا تحت او من تحت لا فوق. هذا الدجترا الراديوغرافي اللي انتم شايفينه تحت او سميه راديو فيزيوغرافي هي نفس تعطينا الصورة بقربك لكن الفارق ان احنا هنا ما نستخدمش فيلم هنا نستخدم اه نستخدم اللي هو سينسور او يكون موصل بيو اس بي على الجهاز ممكن تنقل الصورة على طول على الجهاز وتشوفه امامك بشكل واضح بصورة كبيرة واضحة دقة اعلى وكمان اه يمكن تقدر تعدل فيها تصلح تقيس تعمل كل شيء. اذا حاجة مضرورة الان تكون موجودة في اي عيادة رغم انها نوعا ما اسعارها غالية شوية. طيب اذا التكنيك التكنيك حق اله اللي هي نستخدمها في في اله التكنيك سيلي نستخدمها في الراديوغرافي معانا في معانا طبعا الانترا اور البارل التكنيك وفي معانا بعدين ال拜拜 empire التكنيك هذي غالبا نحن نستخدمها في طبعا هي طريقة دقيقة جدا لكن مشكتها ان احنا غالبا مقدش نستخدمها إلا في الاسنان السفلية وبالداتة لان هي الوحيدة اللي تقدر تحط فيها الفيلم او السنسور وتحط الاشعة بشكل اه مباشر او بشكل عمودي لكن مثلا في المجزل لا وحيانا في اللور انتريير تيت تقضيغ الفراغ ما نقدرش تيجي معاك هذه الزاوية اللي هي مباشرة. اه نحط الفيلم ما بين اللسان وما بين الاسبكت للتيث وزي ما قلنا البيم حق الاشعة او البيم بيتحط تسعين درجة مباشرة يعني عمودي تماما على الفيلم وعلى يعني يكون الاشعة الفيلم موازي للتارغيت اللي هو السن والفيلم يجعي عليهم بزاوية تسعين درجة وطبعا التوت اللي هو مقصود انك تصوره لازم يكون في منتصف الفيلم. طيب الانتراورال بايسكتينج انجل تيكنيك هالي زي ما قلنا الطريقة الثانية وهذه غالبا نستخدمها ما يقدرش نعمل البرالل تيكنيك ما يكونش في اكسس كويس الزاوية ما تطابقش ما بين يعني الان صعب انك في طابق نتيجة ميلة المجزلات في طابق اللي هو اللي هو ايش اسمه هذا اللي هو الفيلم او السنزور مع الاسنان وبنفس الوقت يجي اللي هو بشكل عمودي عليهم الاثنين فما يبقيش بهذه الطريقة فنعمل طريقة نسميها بايسكتينج بيكون في معي ثلاث زوايا. الزاوية الاولى الاولى اللي هي الزاوية الثانية اللي هي زاوية الفيلم الزاوية الثالثة هنا هي اللي لازم نعملها ما ينفعش نحنا نخلي الشععة عمودية على الفيلم مباشرة بيحصل او شورتنج للتيث ونفس الكلام لو عملنا الزاوية عمودية على الشععة التوت نفسه فما بيحصلش في بيطولش اه تصوير الصحيح فنحنا عشان نوصل لحل وسط بنعمل زاوية ثالثة هي منتصف الزاوية يعني يعني زاوية ما بين الفيلم والا والا والسلم مثلا ثلاثين درجة فنعمل زاوية منصفة لها تقريبا خمسة درجة ونخلي الفيلم يكون طبعا زاوية تخول التخيلية احنا نشوفها كده نتخيلها ونعمل نخلي البيم معمودي على البيسيكتنج انجل هذي نفسها هذه الزاوية الثالثة علشان نوصل لحل وسط يعني ما يكون يكون الاضرار اقل لاضرار موجودة يعني البيم هنا بيكون تسعين درجة مش لا على الزاوية الفيلم ولا على السن بيكون على اللي احنا زي ما قلناه يكون تخيلي فقالت رك هذي غالبا نحنا نستخدمها في في المكزرية تيث كما انتم شايفين هنا امامكم هذي الصورة اللي تحت اللي البراليل آآ السن ما يكونش فيه اي مشكلة زي ما قلنا آآ الثلم او السنسور الحق اللي تستقبل بتكون متوازية تماما مع السن وبيكون الحق اللي هي الاشياء اللي بحطها بتكون عمودية على الاثنين لانهم اصلا متوازيين ما فيش عندنا مشكلة هنا لكن شو بصورة الاليمين هذي هذي غالبا زي ما قلنا لما يكون في عندي ما تقدرش تعمل ما بين الاكسري فيلم او السنسور والتوت لونج اكسز فنعمل زاوية وهمية منصفة لهم الاثنين وزي ما قلنا لما نعمل آآ العشعة عمودية عليها يكون الضرر او التشوه الموجود في العشعة اقل ما يمكن. طيب ايش هي آآ خصائص او مميزات الراديوغراف. الراديوغراف ميزته يعني انه مهم جدا في التشخيص وفي البروغنوسيز وفي الفلوءاب. الان انا لما اجي اعمل اشععات انا واحد قريب مريض في البداية مش عارف ما قدرتش اوصل للنتيجة لانه الليجنز كلها ديب في البون تحت الاسنان. فاول حاقة بعمل اشععة ومن اشععة بقدر اعرف انه عنده بون لوس عنده بردون تايتس عنده بريابيك الليجن عنده الابسل او اي ان كان. اذا ساعدنا في التشخيص. طيب كبيروغنوسيز برضو تلعب دور. يعني الان انا لما اجي اعمل اشعع على واحد واشوف انه الحالة عنده او ما كان يسمى في الزمان اللي هو الان مولار انسايزر بترن او غريت سي. لما اجي اشوف الان امامي اه الحالة مدمر الاسنان يعني خلاص ما فيش فيها اي بون اه سبورت قوي يعني خلاص يعني انا على طول اعمل بروغنوسيز انه عندي البروغنوسيز هنا بور او حتى. لكن لما اجي اشوف انه البروغنوس بسيط. الا ما فيش عندي مثلا لا في جهات معينة ما فيش عندي كبيرة ما فيش عندي. اذا هنا البروغنوسيز بيكون افضل. اذا اعطاني مؤشر على البروغنوسيز. كمان الان انا عملت له شغل واشتغلت له عملت له اي ان كان. وعملت له اشعة قبل. وبعد سنة مثلا خلي يعملش اشعة ثانية فبرضو اعمل بلوغنوسيز واعمل في جملة مهمة جدا ودائما اقول له طلابي وركزوا عليها. اقول لهم انه هو مجرد وهذه الشي الشغلة اللي فعلا تضايقنا انا. وتعمل لي مشكلة دائما مع الطلاب اللي رسول الاشتشارات ومع الطباء للرسول الاشتشارات. انا يعني كدكتور وضع الحاك استشاري في اللثة. هذي دائما مشكلة ودائما اقولها واقولها حتى في المتبرات. اقول لهم يا جماعة يعني دكتور يرسل لي اه بانوراما اكسراي. ويقول لي يا الله دكتور لو سباح التشخيص والعلاج. اقول له يعني شكلك انت غلطان. يعني انت الان كأنك انت مرسل الرسالة مش مرسلها الدكتور وضاح الحاك. انت مرسلها للماجيك وضاح الحاك الساحر. وانا مش ساحر. يعني انت الان لازم تجيب لي تفاصيل كاملة. تقول لي عمر المريض وقنس المريض واشي الشكور الرئيسي حتى اشتكي منها. واشي وضع اللثة وكيف الحركة وكيف الاسمار كلها. وهذا كله وبعدين تكمل الصورة بالاكسراي حقك. لكن انا اشوف قدامي طيب ما هذا الاكسراي ممكن تكون لحالة اه 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 شي حصل سعى بقانونها مستقرة. انا مقدرش يشوف مقدرش يشوف مقدرش يشوف مقدرش يشوف البوكت مقدرش يشوف الموبوليتي. اذا هي مكملة فقط للصورة ما ينفعش تعتمد عليها وحدها كتشخيص. طبعا رخيصة ومتوفرة طبعا كطريقة مقارنة بالطلق الاخرى. طيب عيوبها هذه العيوبة اللي هي عشان كده نقلنا انها مش سبستيوت. انها بس اه مقرد ايش? مقرد اه او اول شي تعطيلي مقارنة بالتغيرات بين العمر ما تعطيليش يعني تعطيلي الحاجة اللي حصلت يعني دمار حاصل انا عارف انه في دمار حاصل في الماضي. بس مقدرش عارف انه الموضوع انا اكتف او مش اكتف. يعني انت جيبتلي اشعة لواحد عنده بلوس واضح. طب محتمال هذا الشخص انتعه لك وقد راح عند البرودونتس وعالجوه وضبط اموره وخلاص. وهذا العظم اللي حاصل العظم اللي حاصل له قد ثلاث سروات. يعني بس في حصل حصلت حاجة في الماضي فعلا. لكن هل هي لازالت مستمع? هل هي اكتف? ما عارفاش من الاشعة. انا قدر عارف انها اكتب من اشوف الفحص الكلينكل. اشوف في قوي. اشوف في اكزوديت. اشوف في اكزوديت. اشوف في موبيلتي قوية. لازالت موجودة. اشوف في بوكت يزداد يزداد مع الوقت. اذا هذي اللي. لكن هي زي ما قلنات ما تعطي ليش يعني مؤشر على الحال الحالية. اه توريلي التغيرات الموجودة في الكالسفايد. مش بالسوف تشو زي ما قلناه ما قدرش اشوف قدامي له في بليدينج. ما قدرش شوف له قدامي الحسار. ما قدرش اشوف له قدامي دي بوكت. في اللثة. اذا ما تقدرش تعطي لي اي مؤشرات على الصوف تشو بس. طيب. ما توريليش تغييرات اللي في البكر وفي اللينجول. يعني الان انا انا الان لو عندي بونلوس في الميزو الدستل بشوفه بالاشيعة العادية لحنا تكامل عن كونفنشن اللازل لنا. تمام? لكن لو عندي بونلوس في البكر ولا في اللينجول ما شوفهاش في ال كونفنشن الراديغرافي. انا لو انا من انا واقف هنا واحد على بعد عشرة متر واقف قدامي. ولابس كله ابيض في بيض. تمام? وقاب اه من شفه بيضاء او ستارة بيضاء او اي شيء ولفها على نفسه. في نفس بنفس الطريقة مثلا على على وسطه بحيث انه اا يعني كان لابس مثلا ثوب ابيض. وقاب ما مثلا اي حاجة بيضة ولفها. هل بقدر من عشرة متر اميز? في الغالب لا. لانه الابيض الفوق ابيض اختفى تماما. فهذه المشكلة. حتى لو شليت بعدها للسنارة البيضاء برضو ما بميزش مثلا بالذات لو كان لابس ثوب يعني ما فيش ايش تفاصيل نفس التفاصيل. ما بشوفش حاجة. هذه مشكلة البون لوس في البكالو في اللينجوي انه السنا اللي هو مورد يقبه يغطيه. طبعا هذي المشكلة انا نحلت في السي بي سيتي. لكن بالاشععات العادية كانت مشكلة كبيرة. اه طبعا نحتاج بون لوس عشان نقدر نشوفه. في الغالب الحاجة اللي نشوفه في الاشعة اه في الواقع تكون اكثر. يعني انا ممكن اشوف في الاشعة نصف ميلي في الطبيعة حصلوا ميلي. النص ميلي مهم ما اشوفوش اصلا في الاشعة. الميلي اشوفه رص ميلي وهكذا. اه احيانا لو معي بون لوس مثلا في البكالو في اللينجوال والبكال ما فيش. البكالي يغطي على اللينجوال فما شوفش حاجة وقت يتفرق في الحقيقة انه الموضوع اكثر. انا زي ما قلنا كل ما يحتاج عظم اكثر وغالبا عشان يظهر في الاشعة. اه وكمان اه غالبا اللي نشوفه في الحقيقة اكثر من اللي نشوفه في الاشعة. طيب ايش بستخد بستفيد من راديوغرافي في الدينتستري. في اكثر من مجال بستفيد. اول شي في التروما في الاكسودونشي لما اشتي اخلع. انا لما اشتي اعمل دياجنوسيز وبلاننج للتريتمنت في الفراكشور تيت والروت والبون نحتاج اشعة. سين مكسور روت ما باقي. اه في مشكلة في البون فراكشور في تروما في البون. اذا نحتاج اشعة عشان قيم فين حجمها مكانها امتدادها وفقا اللي بشوفه وبعمل. طيب علشان نميز ما بين برضو. يعني انه هل دخل البلو المجدخل بالاشعة برضو. ما انا باشوف فيه في كراك لازل اسم مكانو فيه لا داخل مش عارف انا هل هو واصل للبلو او مش واصل. هل واصل للوت او مش واصل. اه برضو زي ما قلنا لما اجي اخلع السلسنة وبالذات لما اجي اخلع الثرد مولار اشوف شكل الروتس اشوف اه طوله اشوف اتقاهه هل له علاقة بالفيتل استراكشورس ولا لا. هذا كله طبعا الاندكاء الراديوغرافي تقدم لفياخ مكويسة. علشان برضو اميز اي بريودونتل او بري ابيكل اه او بول ليجانز حول السلسنة اللي اش يخلعه. انا اشوف هل في عندي مشكلة هل في ابسز هل في اخذ احتياطاتي قابل اعمل مثلا اذا كان في امكانية اعمل اي امكان قبل ما اخلع. اه طبعا برضو لما اجي اخلع عمل بري اكستراكشن اه اه راديوغرافي عشان اضمن انه ما فيش عندي اي مشكلة اي عنكولوسز اي ممكن تعقد شغلي. وطبعا الشغل برضو ممكن اعمل اشعة بعد عشان تأكد ان انا شلت كل شيء بالكامل. زي ما احنا شايفيه الان صورة الهن امامنا. نجي نشوفه استني تحرك. مش عارف ان الحركة هذي ولا حاجة ثانية. ما في عنده. اذا اعمل اشعة واشوف قدامي بشكل واضح. هذي زي الوزن متوت برضو اشوف اتقاهه. نايم الاخر نايم ريح الاخوه. هل له علاقة بالعصب ومش العصب. اشوف هذي برضو زي ما قلناها اشعة الاحن الامامي هنا. اشوف عندي هنا او. او اعمل لي با 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 الصورة اللي تحت اللي احنا شايفينها في راديو الريسنط كيريز حول البراج النتجة الفيز اللي فوق. وشايفين البرابيكالليجن موجود نتيجة الكيريز والانفكشن الوسط للبالبول ونزلت لها تحت. هذي احنا زي ما احنا شايفين برضو شايفين انه في عندنا واضح في الصورة انه في انكلوزد دي سيدواس توث. اه هنا زي ما احنا شايفين برضو في الصورة اللي على اللي تحت في على اليمين اللي تحت شايفين شكيف في بيروزون تالليجنز وراديلوس انسي اللي حتبعها واضحة جدا. طيب برضو انا ممكن اشوف اي ديفيكس بالاشعة اي ديفيكس موجود في التوث وعلى رأسها طبعا الكيريز زي ما احنا شايفنا في الصورة اللي قبلها انه الكيريز يظهر امامنا على شكل راديوليسونسي في الراديوغراف. طبعا هذي مشكلة كبيرة اللي ما عندوش عشعة بالذاتة يعني الاخطاء اللي ترتكب لما واحد يخلع حسين خطأ. بسبب هنه ما عندوش عشعة. الان الكيريز لو هو موجود فوق. لو هو موجود في او في البكال او في واضح تمييزه. لكن احيانا يكون في في البروكزيمال ومش باين خالص حتى لما تفحصوا بلما ما تطلعوش. فيجلس طبعا انتم عارفين الالم ما يقدرش واحد يميزه ببساطة يعني اه ما حدش متقدش تتعرف اي السن. يجل المريض اللي عندك وطبعا في ناس يقولون مااش عايز اعمل اندو ولا شي انا اريد اخلع. حتى لو بتفتح اندو ممكن تفتح السن الغلط. حتى لو تفتح اندو. فما من هنا حاول تحدد مش ما يقدرش يحدد. تقوم تفتح مثلا اندو لسن غلط. او تقوم تعمل يعني تحاول تحفر في السن تشوف نفسك انك تحت رعالفاضي. او في الا او تخلى على السن. وفي الاخير انتخلى على السن الغلط. لا غلط بس بيع السبب انه ما عندكش اشعة. اوكي. طيب اه برضو لما نشوف سواء انترنال او هذي برضو اللي ممكن تكون نتيجة انفكشن نتيجة روما نتيجة اين كان. هذي برضو تبان معانا في الاشعة. او اي دونتك تريت منتل تيث برضو انا علشان لا يكون ما فيش اشعة ما فيش اندو منتل اشعة. واللي يقول كذا كذبين. اصحاب الاحساس المرهف. واصحابنا خبرتي الطويلة تخلينا اعرف. الكلام هذا كلام فاضي. والله لو انت ما انت تشتغل في كهف وكل مرة كهف مختلف. مش كهف استندرايزد. انت الان لو عندك مثلا اا داخل على مجموعة كوف كلهم زي بعض او قيا تدخل اول ادخل الثاني تقول انا عارف اذا خلاص انا حافظ. لكن كل كهف مختلف عن الثاني. كل كهف حالة خاصة. ما فيش حاجة اسمها انا عندي الاحساس المرهف. انا حاولت مرات اكون من اصحاب الاحساس المرهف في المرة من المرات. قال طبعا طيب خلاص انا بحاول انا اشتغل بطريقة احساس المرهف هذي. وحاول اطلع القنوات. انا دائما احكي لك الطلاب على قصة هذي. طبعا انا بعمل اشعاب بعدين. بس حاولت ااكد. فبديت على حكاية الاحساس اقوم هذي. بديت يدخل لحد ما يحس اه. كويس. الثاني اه. وقف وسحمل لي. وقف وسحمل لي. اجي اعمل اشعاب الاحساس اتباعي. الاقي ان واحدة من ثلاثة قنوات بس كان لور سكس او سيفن تقريبا. كان واحدة هي ضبطات. واحدة شورت جدا. واحدة اوبر. طيب بس شورت لش يحس هو شورت بقايا. بل داخل العصب حس بتبقايا. ليش هذي كان لونج؟ لانه كان في بري ابي كالليجن تحت لسن هذي. فدخلت دخلت هو لسه ما حسش. اذا ما فيش حاجة اسمها. حتى لو في ناس عندهم حتى لو العظم طبيعي بيقول طيب ما هذي حالة خاصة. حتى لو العظم طبيعي. ما هو في ناس عندهم البن ثري شورت فيري هاي. يعني ممكن وعادك فوق يحس. يعني هزي ما قال لنا بقايا عصب بسيط. في ناس ما عندهمش بين البن ثري شورت آآ آآ العفو الاول آآ يعني يحسوا يحس بقايا باقل شي. طيب في ناس عندهم البن ثري شورت فيري هاي. يعني ما يحسش اللي بصعوبة. يمكن توخزه ما يحسش. فتمشي لا تحته هو لسه ما حس. اذا كلام هذا كان فاضي. ما فيش اشعة. لازم اعمل الاشعة لازم اشوف اعمل اشعة. اشوف القنوات طولها. اشوف اتجاهاتها. اشوف كل شيء. آآ طبعا بنعمل اكثر من اشعة. نشوف الفايل. نشوف المسطر فايل. نشوف القتابركة المسطر كون. هذي الاشياء كلها. آآ لو في عنده اوفر وفي عنده اندر. وكمل شغلي. طبعا البالبايتس كبالبايتس ما يبينش في الاشعة. لكن لو سبب في الاشعة. صور واضحة امامنا زي ما احنا شايفين عشان هذي مثلا المسطر آآ فايل عشان نقدر الصورة على الشمال عشان نقدرها الطول. هذي زي ما احنا شايفين الصورة قد شفناها قبل شوية. الحمد لله. العفو. ادن زي ما قلنا قبل شوية هذه الصورة شفناها. شايفين كيف في اوفر فيلنج فعامل لي آآ عامل لي مشكلة يعني في البريع بكالليجن. شوفوا هذه الصورتين لحشوتين مختلفتين ما شاء الله وحدة ما شاء الله اللي علمين زي الفل. ولا على يسار حشوة غير مثالية. وقد بدأت تعمل بريع بكالليجن تحت. الصورة اللي تحت على الشمال شوفوا ما شاء الله برضو وفي بها تحت فحتى لما دخلش الحشوة فيه يدخل شايفين ما شاء الله برضو ابدع في العمل. هذي الصورة اللي هي في الثانية اللي علي تحت شايفين في واضح. وفي هنا آآ في اللي جنبها والصورة اللي على اليمين تحت اخر وحدة واضحة في طيب في برضو الاشيعة تهم جدا جدا من اهم الاشياء اللي نستخدمها. طبعا احنا دائما ونعود لنفس القاعدة اللي نقول ها في كل محاضرتنا. علشان نعرف الابنورمل لازم نعرف النورمال. علشان نعرف الشيء مش طبيعي في الطبيعي. طيب ايش الطبيعي في الاشياء في المظهر الاشياء الشعاعي اللي موجود حول البردونتال اول حاجة انه اهم حاجة موجودة عندنا هي الانتردينتال بول او الانتردينتال سبتة اللي هو العظم اللي بين الاسنان هو اهم حاجة في تشخيصه هو ده طبعا لما قي اشوفه انا اشوف قدامي مثلث راديو اوبك موجود بين اسنان وتحت مستوى سيمينتو مباشرة هذا الطبيعي. طيب في معي بعدين حول السن مباشرة في راديو آآ لوسنت اريا خط كده رفيع جدا اسود يحيط بالسن هذا البردينتال سبيس يبان ما بين اللامناديورا والتو السوكت وبعدين وراه مباشرة في خط ابيض شديد البيض هذا اللي سميها اللامناديورا هي عبارة عن العظم اللي هو الباندلبون العظم اللي هو محيط مباشرة بالسن هذا نتيجة كثافة الياف اللي فيه كثافة اللي هو عظم اللي فيه فيبان اكثر الراديو لسنسي او العافو راديو اوب سيتي من الاسمون جيبون اللي جنبه طبعا يبان كخط ابيض وراديو اوبك وايت وراديو اوبك لاين يحيط بيت السوكت وطبعا يتبع يتبع شكل الروت ومكانه طب لما تحصل لي مشكلة ايش اللي بيحصل بي تضغير اشياري اول شي من الاشياء اللي بشوفها قدامي بشوف سب جنزيفال كالكولاس يعني الكالكولاس هذي من الاشياء اللي ممكن نشوفها متى كنت تشوفها لو هي موجودة بروكسيمال طبعا ما بشوفش الكالكولاس اللي هو بقى اللينجوال طيب اللي من الديولة ابنورمال مش قلنا قبل شوية انها موجود حول السن هنا لما نشوف فيه تقطع في هذا خط الابيض او نشوف انه في خط الابيض نعرف انه في مشكلة عندي في في البردونتال اريا اه طبعا بنحصل انه طبعا كمان الخط الاسود اللي هو فيه واضح اه البون اللي هو الانترسيبت البون اللي تكلمنا عليها بشوية او الانترسيبت اللي تتكلمنا عليها بشوية هذا بنحصل فيه انه البوللوس يمكن يكون او ممكن يكون هوريزنتل طيب البردكال بوللوس يترافق عادة مع اللي كانوا نسميه انا بظل تتكلم في الكلمة دي كم شوية على اساس الناس يستوعبوا ان الاجرسيبولونتايتس الان في الفين سبعة عشر تقسيم الفين ستاريش اختفى الان نسميه او نسميه كمان او نسميه مع بعض اه طبعا غالبا نحصل فيه معه والاكلوز التروما كمان نحصل فيه وبعض حالات اللي الان مع التصميمش موجودة حاليا اه الهوريزنتل بوللوس غالبا نحصله مع حالات او الهوريزنتل بوللوس العادي اللي هو مش اه او مش اه طبعا احيانا بعض الحالات البلونتل بوكيت مقدرش اقيسها بداية الحالة البلوس تتكلمنا عليه في محاضرة البليو معنا في محاضرة البلوس في نوع قرنا نسميه كومبليكس او سبايرال او حالا ما نقدرش تدخل فيه بروبا عادي ما نقدرش تشخصه فهنا ممكن نستخدم كاتبيركا ونصور اه نعمل اشياء عشان نشوف لفين لانو كاتبيركا فليكس بورا دي اوبك فتدخلك ورا ورا لحد تاخذ نفس الشكل حق البوكت وتوصللي وتوريلي كيف شكل هذا البوكت ومتداده لفين بالضبط هذه الصور اللي تشوفها امامكم الان زي ما احنا شايفين مثلا الصورة اللي فوق اللي هي اه قدامنا بنحصل تشوف شايفين انه في معانا اه بور شايفين تركيبة كيف عاملة فعاملة بول لوس في المكان اه شايفين الصورة الثانية بنحصل انه فيه اللي هي شايفين على في الماطق كيف بشكل واضح زي ما احنا شايفين اه الصورة اللي ثالثة هنا على اليمين اللي فوق مش انا شايفين بس انا اوريكم كيف اللمينة ديورة شكلها خط واضح جدا بشكل بيض محيط للروت وكمان شايفين كيف اللي هو الخط الاسود اللي هو اللي بين اللي بين اللمينة ديورة العامل بهذا الشكل والصورة اللي جنبها كيف في في نزول بس طبعا هو افضل في العلاج اسف العلاج اه شوفوا الصورة اللي تحت اللي هي اه اسفل تحت هذي وصول لحد ويكون معايا في حالة توصل لحد هذا الموضوع مشروح بالتفصيل الممل في محاضرتي في المحاضرات البريودومتروجية هذا شايفون لما ديورة كمانا شوف بسا وهذا اللي هي المارجنة كنا بن عليها طيب برضو انا ممكن اميز اذا فكي انت عندي اي مشاكل خلقية موجودة اشوف اجي اتفرق اشوف الاسنان البريودومتراتي تناقصة اجي اتفرق اعمل اشعة اشوف انه في معانا مثلا كناية المفقود المفقود اشوف انه معي في سن مش طبيعي في سن ابيض واصغر شوية من الاسنان البقية يعني اشك انه ربما يكون اعمل اشعة وفعلا اشوف انه دائما ما تمور تحت او مش موجود اصلا اشوف وجود تعمل لكراودينج فبرضو اشوف او وجودها وحيانا تكون موجودة اه بشكل اه بين الاسنان وتأكد لما الاشعة مكانها بالضبط وكونها اه اشوف اي مشاكل في اه شفناها اتكلمنا عليها في محاضرة التيف اشياء زي كده اه طبعا اشوف لو في عندي اسنان او تأخرت في زي ما احنا شايفين الصورة الامامها المهادير انا في الصورة اللي فوقت وليل عشان اشوفها الاسنان هادي بتطلع في وقتها بتأخر موجودة او احنا شايفين الصورة اللي تحت العالمين شايفين كيف في عندي وما فيش عندي اثنين في كمان في الصورة في معانا واحد اه امباكتد في الاقصر اليمين برضو من الاشياء اقدر اشوف لو عندي لو عندي لو عندي طبعا غالبا صعب التمييز نوعا ما لكن يعني واحد حاول يقربها اسست غالبا نحصلها منطقة صوداء نحصلها اه كبيرة شوية يعني موجودة حسب حكمها احنا صغيرة احنا كبيرة تتمدد وتكبر في الغالب وكمان نحصل الحواف حقها اه عادتها نظيفة ومنطلما النيوبلازم هادي غالبا نحصل انه ما نحصلهاش كده بنفس الكثافة نحصل هنا شوية راديوبك اه راديوبك قوي راديوبك توسط اكثر شوية اه مخروط راديوبك على راديوبك وغالبا نحصلها وما لهاش ملامح حدود واضحة وغالبا نحصل منطقة اللي هي المنطقة اللي حول اللي هي في الاطراف هي الاكتر اكتر وتحصلها كمان اكتر منطقة فيها اختلاف ما بين الابيض والاسود برضو من اشياء ممكن نشوفها في الاشعة وهذه دايما نشوفها طبعا اه على شكل اه راديو برضو يعني اه ونشوف انه كل ما راح للسنتر كل ما قلت الدنسيتي. اه بعض المشاكل اللي هي زي مشاكل هرمونية والاشياء زي كده. المشاكل اللي في هاد مشاكل في الميتابوليزم زي اللي عندنا مشكلة في في كالسيوم فبنشوف في معانا تنقص كتير. تمام? ونحصل اسنان كأنها نحصل كتير من الاسنان اللي ما هي نشوفها كأنها عائمة في العظم يعني. حالة ثانية زي الكيراتوسيست زي ما احنا شايفين الصورة اللي فوق على الشمال وشايفين في اقصى يسار الصورة في المانديبول كيف الكيراتوسيست اللي هي مالتربلوتين زي ما احنا شايفين بعد الشكل زي كأن البيوس كثيرة وهذه من السيستات الخطيرة جدا اللي تؤدي الى دمار الفك وتؤدي الى كسور. هذا السيست اللي هو على اليمين زي ما انتم شايفين صورة ممتد من الفايف لحد السيفن. اه تحت زي ما احنا شايفين زي ما عدتوكم شايفين كيف في بهذا الشكل. اه هاد الصورة اللي تحت يمين زي ما احنا شايفين في فوق موجودين بشكل واضح. وهذا صورة هيكل عظمي يحيينا في الاخير. وكل لكم مني كل والتحية انهينا المحاضرة الاولى في. اتكلمنا على فيها على الراديوغرافت وتهميزاته وعيوبه وانواعه والتكنيكس وكمان استخداماته المختلفة كطريقة التشخيص. اتمنى ان اكون قدمت الاضافة والفايدة ان شاء الله. نلتقي في المحاضرة القادمة ان شاء الله. سنتكلم فيها على وبالتفصيل المميل كمان. اه ان شاء الله نكون يعني هناك فرضو نقدر نغطيها بشكل كويس. نلتقي المحاضرة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.